اطلعت اتكلمتي من ثلاثة أسابيع بالضبط بالضبط عن رأس الحكمة هنا زي النهاردة كده من ثلاثة أسابيع السبت وعدت اتكلمت ليه تناق وأتكلم عن رأس الحكمة بقول رأس الحكمة ويحصلوا إن شاء الله والفلوس وجاية وكذا وناس طبعا قاعدوا يقولك بتحلموا أنتوا بس عشان وضع الاقتصادي بتصبروا الناس لا ما ما صبرتش الناس احنا مش هنطلع نقول كلام غلط للناس أبدا ما نطلعش نقول لهم كلام غلط كتبت على صفحتي على إكس قلت إيه يوم 2 فبراير 2 فبراير أوراهلكم أوراهلكم قبل ما رحلكم كمان أهو لا إمتى يوم 2 2 فبراير يا مساهل يا مساهل يا رب الخير من عندك يا الله قريبا 20 مليار دولار دفعة واحدة أنا كنت منفاكر منهم 20 ده اتضح نوم 35 ده احنا كنا بنتكلم في أرقام كمان بسيطة يعني عشرين ده كان رقم بسيط 35 على دفعتين لإنهاء أزمة سعر الصرف تاني إمتى كتبت ده 2 فبراير تنمية نعم شراكة نعم مصرية عربية عالمية نعم في رأس الحكمة تنمية واستثمار مباشر وتمويل من الخارج هل في كلمة قلتها 2 فبراير ما حصلتش من دولة رئيسة وزراءة دكتور مصابة ما تبقوني مبارح لا لا الأمر التاني احنا منتكلم هنا عليه مصداقية لما نقول حاجة مصداقية مصداقيتنا دي مهمة أوي لأن هم بيحاولوا دائماً إيه يقولك آه كل من نقول معلوق يقولك لا مصداقية طب هو مين اللي صحيح ومين اللي مصداقية كنا بنقول كلامة فانكوش يعني ولا كنا بنتكلم على أرض الواقع اتكلمت هنا في البرنامج ده قبل ما نروح للتفاصيل بس عشان أقولكو مصداقيتنا مصداقية هذا البرنامج اسمعوا من ثلاثة أسابيع قلت إيه اسمعوا اسمعوا مشروع راس الحكمة نجح قبل أن يبدأ قبل أن تخرج الدولة رسمياً تتكلم عنه وتعمل التوقعات وغيره وهيتعمل مؤتمر طعفي عالمي وقصة كبيرة أوي 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 فوق خيالكم فوق خيالكم فعملوا له دعاية حاجة عظيمة جداً بسم الله ما شاء الله وبالتالي ده أنت النهار ده لازل تدود أسعار إذا تعمل أزيد دعاية ولسه محطناش ولا طوبة ده لسه بنتكلم على مشروع نتعامل على تنمية بنتكلم على حاجة ضخمة جداً جداً لسه والدنيا كلها بتسأل آه إيه الحكاية؟ قول لحضراتكم فيه الرأس الحكمة لأول بالراحة كده أوريها لحضراتكم هالخريطة عشان أرجع لكم حكايتها من بدري أوي قد رأس الحكمة قدام حضرتك آه رأس الحكمة قدام حضرتك تبعد عن مدينة مطروح حوالي ساعة تقريباً حوالي 65-70 كيلو وعن مطار العالمين 40 كيلو قد رأس الحكمة السحل الشمالي زي ما حاك شايف مساحة كبيرة رأس الحكمة هتكون مدينة عالمية على أرض مصرية هي يجلس اسمها شركات مصرية كبيرة جداً داخلة في الموضوع صناديقة سياديها كبيرة جداً داخلة في الموضوع شركات عالمية بأسماء تقيلة جداً داخلة في الموضوع دول عربية وأشقاءنا داخلين معنا في الموضوع الدولة لا تبيع الدولة فتحة للإستثمار المصري والعرب والأجنبي وهي مستثمر يتفضل ييجي هو كسبان بقول لك رأس الحكمة هذا المشروع كسب قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي لكني باتكلم دلوقتي ده من ثلاثة أسابيع بقول لكم مؤتمر صحف عالمي والصناديق سيادية والشركات كبيرة ومين هيدخل معنا وفلوس حصل حصل فإحنا نشكر الإعلام المعادي حسن تعاونهم معنا نشكر أي حد بيشكك في أي حاجة البلد بتعملها أو أي خبر أو أي حاجة أو أي حدث أو أي شيء مهمة أو أي يعني كل حاجة بتعمل شككوا فيها ولكن في الآخر الحقيقة بلد بتعملها